ترجمة نانسي قنقر استندا على رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيساء الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدعية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين والوصول بها إلى مصف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة تم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بموجب مرسوم ملكي في سنة 2014 وانطلق من هذا المرسوم الملكي هيئة وطنية رائدة تركز على تسخير علوم وتقنية الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشجيع علوم الفضاء وتطبيقات الفضاء وتطوير برامج أبحاث متقدمة تسعى لبناء القدرات وخلق قطاع فضاء جديد ومتطور في مملكة البحرين أفاق كثيرة فتحت منذ انطلاق الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتلبية الاحتياجات الوطنية وخدمة مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للمملكة وتحقيق الريادة للمملكة في مجال علوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها أولا والمساهمة في التقدم العلمي العالمي ثانيا إيمانا بأهمية البحث العلمي وأثره في بناء القاعدة المعرفية لقطاع علوم الفضاء في مملكة البحرين واستطاعت الهيئة تنفيذ أهدافها الوطنية من خلال إطلاق القمر الصناعي ضوء واحد وتوفير المعلومات الفضائية وبيانات المراقبة الأرضية وتأسيس علاقات تعاون محلية ودولية لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال علوم الفضاء كما طورت قاعدتها من خلال تبادل الخبرات ما يساهم في نقل هذه المعارف إلى مملكة البحرين وتطبيقها في مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية نشر الوعي وتطوير قطاع الفضاء خلق قاعدة مطنية ذات مستويات علمية فضائية رائدة ومميزة لتحقيق تطور علمي وتقني يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر